بس الحقيقة أقف مع المؤتمر الصحفي النهاردة الفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد المصر الكورت القادم الرجل وأنا هعرض لكم طبعا برضو مع كابتن أشرف لأنه التحكيم السنة اللي جاء والموسم ده نقطة فريقة يعني تحكيم واحدة من الملفات اللي يجب أنه يتبصله مش بس بعين الاعتبار لكن بأهمية كبيرة جد ليه؟ مش بس ارتباطا بفكرة العدالة وتطبيق فكرة تكافؤ الفرص والتقليل من الأخطاء الحكامي اللي ممكن تكون مؤثرة على مستوى المنافسة سواء في التتويج بالبطولة أو في الهبوط من الدوري الممتاز لكنه كمان الموضوع يعني أصبح تكراره أو تكرار مشكلاته بيمس سمعة ومكانة وهبت التحكيم في مصر حكام مصر وده أمر لا يليق يعني أنا أعتقد أنه أمر لا يليق وأكتر الناس المتضررة منه هي الحكام نفسها نعرض الرجل يتكلم في كذا نقطة ممكن تكون مهمة لكنها مش النقاط اللي تصنع الفرق يعني هو تكلم أنه هيبقى فيه فصل في فكرة إدارة منظومة التحكيم وبين لجنة الحكام اتكلم على فكرة أنه هيكون فيه زي منصة إلكترونية المنصة دي هي اللي هتبقى مسؤولة عن التعيينات وده شيء كويس جدا بالمناسبة يعني المنصة دي هو يمكن فيه تعارض شوية مع تصريحين قالهم هنحاول نفهمهم لكن هو قال أنه فيه منصة إلكترونية هي اللي هتبقى مسؤولة عن منظومة تعيين الحكام حدش هتدخل فيها فيش حد يختار حكم لمباراة كله هيتم بشكل ديجتال شكل رقمي يعني ونفس المنظومة أو نفس الديجتال بلاتفورم دي هي اللي هتكون مسؤولة كمان عن تقييم الحكام يعني هنقول النهاردة الأسبوع ده الحكم الفلاني قدر المباراة الفلانية السيستم ده أو النظام ده هو اللي هيبقى مسؤول عن تقييم أداء الحكام وهيديهم زي درجات ويجي في آخر الموسم يقول الحكام اللي أجادوا كذا والحكام الأدنى مستوى والأقل من حيث التصنيف والأداء هم كذا فالمجموعة دي هتنزل لدوري أو للدوريات الدرجة الأدنى ويتم تصعيد الحكام اللي في الدرجة الأدنى اللي خدوا أعلى تصنيف هو قال كده نصا يعني قال زي بالزبط الأنده أنت بتلعب الدوري بيجي نادي في الآخر الأفضل هو اللي بيفوز بلقب البطولة والأندية الأقل من حيث مجموعة النقاط بينزلوا لدوري الدرجة الثانية وبيطلع بدلهم المتفوقين أو التلات أندية اللي فازوا بمراكز متقدمة في الدوريات الدرجة الأدنى يتأهلوا للدوري الممتاز هو يطبق نفس النظرات دي مع الحكام وقال إنه الأخطاء الفداحة وهذه يمكن الجزء اللي فيها تعارض أو محتاجة من بريرا أنه هو يوضح لنا بشكل يعني أبسط من كده شوية هو قالك إنه الحكام اللي على مدار الموسم احنا اتفقنا إنه هو قال إنه في منظومة هتوزع إدارة المباريات بشكل رقمي بدون أي تدخل لأي عنصر بشر وده شيء أنا أشدت بيه وقلت حي كويسة جدا لكن قالك بعد كده قالك الحكام اللي هيخطأ كل يوم أخطاء في إدارة المباريات هيتم تقليل عدد المباريات اللي بيدروها والحكام اللي هيجيده في إدارة المباريات هياخدوا مباريات أكتر طب إزاي ده هيحصل هل ده عن طريق السيستم برضو وعن طريق نظام التقييم ولا هنا هيتدخل أو هيتدخل لجنة الحكام ولا هيكون دور بريرا نفسه لكن في النهاية أنا أعرض لحضراتكم لأنه قال أكتر من نقطة مهمة وأتمنى التوفيق يعني أتمنى الحقيقة أنه التحكيم في مصر يبقى ملف وتقفل عندنا خبرات كبيرة جدا عندنا خبرات في مجال التحكيم كبيرة وعندنا أسماء كبيرة محدش يقدر يقلل أبدا منها ومن وجودها واستعنى بتجربة الخبر الأجانب كلتنبرج تجربة كانت مباشرة لكن إحنا محفظناش عليها أو إحنا مدناش الراجل حقه أو إحنا مساعدناش الراجل أنه يقوم بالدور اللي إحنا جايبينه عشان يقوم به وعندنا تجربة بريرا اللي نتمنى يمكن ما كانتش رأيي الشخصي يعني تختلف تتفق معي طبعا ليك مطلق الحرية بس يعني متهائليش أن إحنا كنا راضيين قوي عن التحكيم في السنة الأخيرة دي كان فيه أخطاء وكان فيه أخطاء مؤثرة وكان فيه تطور لكن مش المأمول يعني مش على مستوى التوقعات أو على مستوى التموحات نتمنى إن شاء الله يكون موسم موفق للتحكيم وإن شاء الله بإذن الله يعني نقفل الملف ده وخصوصا مع وجود تقنية الفار اللي هي نفسها أصبحت مشكلة يعني على كل أحوال هنستعرض تصريحات بريرا النهاردة في المؤتمر الصحفي وهنتكلم عليها